بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيه بعد وبعد فهذه قراءة أجهزة في معرفة مصطلحات المذهب الملكي من نظم العلامة محمد الحسن الخديم الشنقطين فعل الله به آمين بسم الله الرحمن الرحيم أقول بعد الابتداء بالحمد له وبالصلاة لعظيم المنزلة صلى الله عليه وسلم إني استعنت الله جل في صلاح ما رمت من تبيين بعض الاصطلاح في رجز تنزل فيه البركة يأخذه من شاء ومن شاء ترك إن أطلق الكتاب فالمدونة بالاسم ذا للفقهاء معينة وهي إحدى الأمهات الأربع مدبوعة وغيرها كالتبع دونها صحنون عالي الدرجة وهكذا العتبية المستخرجة ألفها الأندلس الأبي محمد بن أحمد العتبي لابن حبيب السلم عبد الملك واضحة مسلكها ماء سلك ولابن موازن موحداها يقصلن في الفروع عن مداها ثم دواوينهم المتبوعة الأربع والمبسوطة المجموعة للقاضي إسماعيل لولى العالية ولابن عبد سنى موذى الثانية وكون مختلطة ابن القاسم هي المدونة غير طاسمي والفقهاء السبعة المعالم نجل الزبير عروة والقاسم وابن يسان أي سليمان عبيد الله مع هارجة سليل زيد وابن المسيب وسابعا أبو سلمة يحسب وهو ينسب لنجل عوف أو أبو بكر النسب لعابد الرحمن سابعا حسب أو ابن عبد الله وهو سالم وفي العباد التي قال النظم أبناء عباس وعمر وعمر كذا زبير للعباد للغرى والمدنيون بهم يعنون بني كنانة وماجشون ونافعا مسلمة مطرفة ولنظيرهم ذال اسم عرفة أشهب وأصبر ابن عبد الحكمي والعتاقي وابن وهبن الكمي ونظار أولئي مصريون وهم على الغير مقدمون والمدنيون على المغاربة وهم وليست شمسهم بغاربة الباجي وابن محرز وابن أبي زيد كذا اللخمي وابن العربي مع ابني شبلون واللبادي والقابسي أحد الآحادي سندين ابن رجد المخزوم ونجل عبد البر في العلوم ونجل شعبان قد استوبين تخديمهم على العراقيين وإن سألت من هم ولا حرج فالقضي اسماعيل معاب الفرج والأبهر وعابد الوهابي مع ابني القصار والجلابي ثم محمد له الطراد حيث ابن مواز هو المراد والمازري حيث اطلقوا الإمام والشيخ هو ابن أبي زيد الهمام والشيخ ذاو القابسي الشيخان أشهب وابن نافع القنينا وعابد الوهابي اسماعيل ذان القاضيان عندهم الأخوان مطرف ومعه عبد الملك أما المحمدان في نهج سلك فمن لمواز وسحنون النمي أو مع لول ابن عبد الحكم ثم الصقليان عبد الحق ونجل يونس الرضا ذو الحذق واجتمع المحمدون الأربعة ما مثلهم طائفة مجتمعة في زمن وهم بنوا عبد الحكم عبدوس مواز وسحنون العالم وبالروايات عن أقوال النجم في الغالب والذقال أصحاب ومن على المنوال بعد جراء دعمه بالأقوال لاجمعوا ذاو العلم هبي والاتفاق وفق أهل المذهب ولفظة الجمهور عند الأمة تعنا بها الأربعة الأئمة على الذي فتوا به المذهب قد يطلقه الأولى تأخروا فقد يطلقه الأولى تأخروا فقد فالعلماء قد رأوا إطلاقا شيء على الجزء الأهم لاقا وذالد المقلدين العرفة لهم نحو الحج هو عرفة مقاله النجم ومن قد صحبه على طريقه دعوه مذهبا لا ما إليه وحده قد ذهب بل نسب الكل إليه مذهبا لأن ما ذهب صحبه إليه جار على الأصل الذي يبنى عليه وبالطريقة ذو الرسوخ قد عبروا عن شيخنا وشيوخ يرون أن ما نقلوا وذهبوا له هو الذي عليه المذهب وحيث كيفية نقل المذهب في أختلافهم فللطرق سوبي إطلاق مذهب الإمام الرائق على طريقة إطلاق مذهب الإمام الرائق على طريقة من الطرائق من عارف قواعد المذهب مع مشهوره قيسا وترجحا جمع بعيد بثل يوسع في تذكر قواعد المذهب والتفكّن جزوى من سواه يمنع له إلا إذا يعزو إلى من قبله إلا إذا يعزو إلى من قبله هنا إلا إذا يعزى إلى من قبله ولط إلا إذا يعزى إلى من قبله والمتاخرون هم نجل أبي زيد ومن بعد من أهل المذهب مقابل أصح صح وظهر مقابل أظهر أيضا وبهر لما اقتضت أفعل عند السادة من المشاركة مع زيادة لما اقتضت أفعل عند السادة من المشاركة مع زيادة قابل مشهورا غريب قوبل ضعيف أيضا بصحيح قبل والراجح الذي دليله قوي ومعه المشهور قيل مستوي أو ذا الذي كثر من يقول به والاعتماد من قول أو ما رواه العتقي عن مالك في الأم فالمشهور هو ذلك وذا علام العدوي الدعارضي بس كان لياء الوزن وذا علام العدوي الدعارضي تقديمه عن ذاك في التعارضي كما عليه مرة قد قتصر ومرة تقديم راجح النصر يا ناقدا على الذي باع القصر ولم تكن أول ناقد بصر تصور الخطأ ليس يمنع من كون الاشتراك فيه يقع وعلني أعز في الخطاب بالعدوي الحبر والحطاب والحمد لله الذي قد تممه تفضل الحمد يوافي نعمه صلى وسلم على الذي أتم مكارم الأخلاق والرسل ختم صلى الله عليه وسلم ومبركة على البي محمد بعدد خلقك ولضى نفسك وزنة عرشك ومذلك ماتك الله النجيم كل ذيخل فأنت إله هنا مولى الجميع وهب لي في المدينة المستقر ثم دفن في بقيع وغفل وليواليدي ولمشايخ المسلمين اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل يا عزيز يا كلم يا جليل وصلاة على البي محمد النبيل وعلى صاحبه وأتبعه على السبيل